اتبرع عشان نقدر نداوي قلوب أكتر مركز أسوان للقلب الجديد مفتح قلوب أكتر بين إيديك مؤسسة مجزي عقوب للقلب من القلب للقلب المقام هو ما يستقر عليه حال السائر إلى الله عز وجل من رتبة من مراتب اليقين بمعنى أنه جاهد نفسه بتوفيق من الله فاستقر بهذه المجاهدة استقر القلب على معنى من معاني اليقين على معنى من معاني المعاملة مع الله فإذا استقر أقام عليه فيقال له مقام المقام هو وصف القيام وقيل المكان لكن الأصح في اللغة وصف القيام والمقام هو مكان الإقامة والمقام هو الشخص الذي يقوم يسمى مقام أقيم فهو مقام هذا المقام الحال يختلف عن المقام بأنه ليس ثمرة المجاهدة والكسب وأيضا لا يستمر مع صاحبه هو ما يرد على القلب من حضرة الحق بغير استجلاب ولا تسبب لم يكن العبد له دور في استجلابه في التسبب في حصوله والفرق الآخر هذا الفرق الأول بين الحال والمقام المقام هو ثمرة مجاهدة في الغالب ثمرة جهد ومجاهدة ومكافحة الحال هو ما يرد على القلب من غير إيش؟ من غير استجلاب ولا تسبب ما يستجلبه الإنسان الفرق الثاني أن المقام يستمر فيه الإنسان لا يتركه يرتقي من مقام إلى مقام معنى الارتقاء من مقام إلى مقام ليس مغادرة المقام إلى المقام الآخر بل الارتقاء بالمقام الذي يوفي إلى المقام الآخر فكل مقام أعلى يشتمل على ما دونه من المقامات فهو لا يغادر المقام إلى مقام آخر بل يغادر بالمقام إلى مقام آخر بينما الحال يحول سمي حالا لأنه يحول أن يتغير ولهذا قالوا علامة صدق الحال أن يحول أن ينصرف لا يستمر وعلامة صدق المقام أن يرسخ ويستمر أن يبقى فهذان فارقان بين المقام والحال المقام ما يأتي في الغالب ثمرة جهد ومجاهدة ومكافحة للنفس وترق في معارج السير إلى الله بينما الحال ونفحة إلهية محظة تأتي بغير استجلاب ولا تسبب هذا المعنى الأول ثاني أن المقام للاستمرار وأن صدق الحال في عدم استمراره قلبي ومفتاحه دول ملك أديك ومساء وصباحه بيسأل يعني